في الساحل الغربي يتشكل وضع غير معلوم الملامح تتداخل فيه الأجندات السياسية لأطراف عدة مع وضع عسكري غير محسوم ما جعل المشهد في المديريات المحررة يبدو كحالة فوضى لا يسيطر عليها أحد طوال مرحلة ما بعد التحرير ظلت مديريات الساحل الغربي مناطق تخضع لسيطرة قوى عسكرية موالية للإمارات ومعزولة عن الهيكل الرسمي لوزارة الدفاع اليمنية إلا أن كثرة عدد التشكيلات العسكرية المرابطة في المنطقة زاد المشهد تعقيدا إداريا تنقسم هذه المديريات بين محافظتي تعز والحديدة لكنها عمليا لا تتبع السلطات المحلية في هاتين المحافظتين بل تبدو السلطة الحقيقية في يد الألوية العسكرية التي تقاتل هناك وخصوصا القوات التي تتبع طارق صالح قائد ما يسمى بحراس الجمهورية وهي قوة عسكرية تموّلها الإمارات ولا تتبع وزارة الدفاع منذ فترة تتحدث تقارير عن توجيهات لفصل هذه المديريات عن محافظتي تعز والحديدة كخطوة نحو تثبيت الوضع القائم هناك تلبية لرغبة إماراتية وعلى هذا النحو جرى فيه مقرار النائب العام بتكليف رئيس نيابة المخى بالنظر في قضايا المديرية وباقي المديريات المحررة كنيابة مستقلة ميدانيا تتحدث تقارير محلية عن اعتقال لمواطنين بينهم مسؤولون في السلطة المحلية من قبل التشكيلات العسكرية التابعة لنجل شقيق صالح وهو ما دفع مراقبين للتساؤل عن مهام أجهزة الدولة المحلية ولماذا لم يعد تفعيلها على الرغم من مرور نحو ثلاثة أعوام على تحرير هذه المناطق وعن المهام الحقيقية لهذه القوات العسكرية التي لا تأتمر بأمر السلطة الشرعية للبلد ولا تعترف بها أسا حرمت الحرية يا شمسان يا شرعية في تعز خرجت مظاهرات احتجاجية ترفض ما أسماه منظم المظاهرة مخططا إماراتيا لعزل مديريات المخى وباب المندب والوازعية وذباب عن المحافظة معبرين عن رفضهم لعمليات التصرف في الأراضي العامة والخاصة التي تمارسها قوات العميد طارق اللافت في هذا المشهد المختل أن الحكومة الشرعية وسلطاتها المحلية المعنية غائبة عن المشهد بشكل كلي بحيث يبدو كأن هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية قد تركت فريسة بيد جماعات مسلحة تخوض حروبا بالوكالة لمصلحة أجندات إقليمية ويبقى مواطن هذه المنطقة ضحايا دولة غائبة وحرب غير محسومة ترجمة نانسي قنقر